مساء الخير عليكم متابعين الكرام إن شاء الله يا رب يلقاكم هاد الفيديو في أحسن الأحوال وره الظلم الحقرارة التعدى والماذا أخوتي وحنا فشولينا عايشين كارتة 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 الإخوان كارتة أمام الملأ كارتة كارتة تعم المجتمع المغربي كارتة بحل أخطبط الأخطبط مني كي يتلق دوك اسميتوه بغي تمكن بحلاك فالإخوان والأخوات متابعين الكرام أسعد الله مساءكم داخل وطن وخارج الوطن إخواني أخواتي والله العظيم فعلا إنه لا شيء يحزن القلب كيف ما كان عرفو كان واحد الخبر اللي هو فعلا إحنا كنا نعتبروه أنه فعل شانيع فكنشوفوا أن العائلة ديال أم يوسف الفاسية يعني فردا فردا كيفاش كي يعانوا معاناة اللي هي فعلا ديال الظلم والحقرة من طرف أشخاص متعمدين ومستقصدين اللي ديروا فيه حتى وصلت بهم الجرأة ديال اعتداء على ملك الغير فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فشوفوا فين وصلنا شوفوا الحقارة ديال البشرية ففي غياب الأب اللي هو بوكريشا فهد الناس كيتجرؤوا ويمشيوا الباب المحال ويهرسوا فالإخوان والأخوات واش كتظنوا هاد الشي حق لهذا الناس اللي قاموا بهذا الفعل هذا الموسيق في حق المجتمع المغربي واش كتشوفوا هاد الناس فعلا يستهلوا هاد الشي كامل واش غير هاد الناس اللي غلطوا واش غير هاد الناس اللي ارتكبروا أغلاط يوتيوبيا واش حنا يعني جردنا من الإنسانية لهذا الدرجة ففعلا فعلا أن نفقدنا الإنسانية والضامير فكيف ما كان عرفو الخرجات ديالهم كي حاولوا يصطادوا أي تغرى الناس اللي هما بين قوسين كان اعتبرهم أن عصابة الأشرار يستغلوا أي شي ضدهم كيف ما شفنا الخرجات ديال لبنة حاولت تغير المحتوى لكن للأسف مع ذلك يتكالبون على طول المدى يتكالبون باش ينحشوف الحمد ديال الإنسان هادي وكي حاولوا ما أمكن يوصخوا السمع دياله بأي طريقة ما زال متواصلين في هاد الفعل الشانيع التنمر السب القدف الشتم ففين غادي نوصلوا بشي كامل للإخوان والأخوات شفنا بعد أخت لبنة كانت خرجات بأحل الفيديو كتوري فيه بعض الحوايج اللي شرعت فتنمر على الحداء ديالها كذلك مشات الأميزون تشوف سيارة على هاد السيدة ما منحقاش تعيش بحل 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 باقي الناس وش كتشوفوا هاد شي أمر طبيعي اللي كيقوموا به هاد الناس ضد هاد العائلة هادي ما منحقاش تري سيارة من كتر ما توقع تاخد تاكسي وإن درايف وتبهديل وإننا كنعرفوا الاعتداء اللي كان تم عليها فهي منحقها تعيش الحياة لأنه كتخدم وأنها كتدير وحد المجهود لا خاصة تموت خاصهم يشوفوهم بهدلة هاد الناس أديال طلعتك والعنب شكون طلعتك والكرموس أستسمح شكون قال طلعتك والكرموس يشوفوا الناموسهم بهدلة ويلي على حالة أشدك اللبس ويلي على ديكسندالة اللي بنشافوها لبسهم زيان ونقية ومتولوا وتواول إيه وسافي ضروري عيبو فشوفوا الخبات كيف شديرها مستمرة معهم مرض مرض ناس غير سويين مع نفسهم فتوصل بهم الأمور توصل بهم الجرأة أنه يمشي ويدربوا المحال فإحنا فين ولينا عايشين عايشين في غابة فخاصنا نعرفو إحنا فين ولينا عايشين فالمشاكيل بدتك التعدى اليوتوب خارج مواقع التواصل ولت في مواقع التواصل وخارج مواقع التواصل فهد شي خاصوا يتوضع لي حد الإخوان والأخوات فعلا خاصوا يتوضع لي حد لأن نراها كينين عداد بالمئات والألاف ما شاء الله في السوشال ميديا كيديروا أفعال لي شانيعة ولا تحاسب ولا تشار إليها الأصابع إلا هاد العائلة هاد العائلة الصقعة اللي حطوا عليها عصابة الأشرار مصاصين دماء اللي ما لاقينش الحصري ديالها هاد العائلة اللي قررت أنها تحتفظ بالحصري نفسها وبأنها تلم وبأنها تسدك الباب على عصابة الأشرار فكان هذا هو ردة الفعل اللي هي قد نفد عليهم الظلم والحقرة والسب والشتم والقذف والتنمر والتحريد والشكايات فهل يعقل أن هاد العائلة تستهلت شي كامل هل يعقل الأخت لابنا تستهلت شي كامل ففين شعاراتكم بالأخت لابنا اليوم الأول ها لا دبلا ممزياناش مصالحاش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه شيء لا يندى له الجابين بش توصل بين الأمور ديالنا في المجتمع هذا هو التخلف العقلي هذا هو التخلف العقلي هذا التخلف العقلي إنه إنسان ما متقفش عقلي في الدماغ دياله اللي غيقوم بدل أفعال هادو ديال مع كامل احترام للناس المتتبعين والمشاهدين ديال الشمكرية هذا تقريبا نفس الفعل اللي كانوا تبقوه على لبناء هذا هو وهذا احنا باقين في التطاول احنا باقين في التطاول فكنتمنى فعلا هادو الأمور هادي يكون لها حل حل اللي هو جدري فهذا شي ديال الشمكرية فخص حل خص وقفل هادو الأمور فكنتمنى وأن فعلا الناس المختصين والسلطات فعلا ياخدوا واحد إجراء صارم ضد الناس اللي واللات كتحول مشاكيلها من المواقع للواقع وكتنفذ الظلم والحقرة على بعض الناس اللي ما تستاهلش أنها يقع لها هادشي كامل هاديرها البلطجة هاديرها البلطجة وبلادنا راه بلاد السلم والسلام ماشي السيبة الله يخلي لنا سيدنا الله ينصره وأطل الله في عمره وإحنا راه في المملكة المغربية الشريفة وإحنا مغاربة أحرار فلا داعي لنشر صورة غير جيدة على البلاد يا قوم يا قوم أبا لهب أعمت لكم بصرة أعمت لكم بصرة القلب بسبب المادة فاليوم دنيا وغدادين فحاولوا تراجعوا نفسكم عندنا ما يكفي عندنا في المجتمع بلاوي لا تحسى كيف ما كتخدموا انتم حتى وما كيخدموا فبلاش تستشرفوا علينا وتبيضوا الصفحة ديالكم على حساب حياة الغير فاتقوا الله في أنفسكم إخوان الأخوات هذا الفيديو درتولي أنه فعلا حزف خاطري أنه كنشوف الظلم استمر على هذه العائلة يوتيوبيا في المواقع وفي الواقع فالإخوان والأخوات إذا كان ممكن نبغي نشوف ترفعوا الآراء ديالكم في خالة التعليقات وإحنا فعلا كنشوفوا هذا الشيء سنسكتوا عليه وإحنا سنقبلوا عليه وش ما عندنا شحناي الدم في الإسلام دم الإسلام في الدم راحنا مني كنشوفوا الأغلاط راع عندي وعليهم أكيد كمنتقدين ولكن واحد الناس اللي داروا محتواهم وبعدوا منهم وخلهم افتقاروا ومع ذلك ما خلوهمش مع ذلك ما خلوهمش حرب خبيطة حرب خبيطة دنيئة حرب رخيصة كان هاد الفيديو خفيف ضريف على الإخوان والأخوات الله يخليكم هذا طلب مني لكم إذا كان ممكن الإخوان تساعدوني بالتعاليق ما تنسونيش من لايكات ديالكم وبرتاجوا هاد الفيديو نبغي بأن هاد الفيديو يشوف يكون أعلى مشاهدة لأنه غمقى ونددوا بأن احنا كان نوصلوا واحد رسالة سامية باش يعم السلم والسلام والتسامح والود ولمش شمل فكان عيشوا واحد الكارتة واحد الكارتة ما واعينش بيها رأى نحن في غفلة للأسف نحن نعيش في غفلة وويل للظالمين فاحنا كيف ما كان نشوف العنصر اللي يخرج لنا بغي يدير فيها الحمل الوديع غادي يكون معطاية اللي جد خطيرة في فيديو غادي ينزل بعد قليل اللي غادي تعرفوا الحمل الوديع اللي يجاي يمثل على المغاربة وعلى باقي المتتبعين اللي كانين في الكرة الأرضية كلها الحقيقة للمرة دياله ونعرفوا شكون المريض وشكون النرجيسي وبالدلائل للأسف فكنت مننا الإخوان والأخوات ما تنسونيش من تعالق ديالكم وكذلك اللايكات وبارتاج لهذا الفيديو باش نكونوا يد واحدة فضلا وليس أمرا هنا غا نعرف بأن كين المغاربة أحرار كنكا نغلطو خير الخطاء هنا التوابون احنا ماشي ملائكة الكمال لله سبحانه وتعالى إخوان الأخوات رجاءا فضلا وليس أمرا أستسمح نبغي نشوف أكبر عدد ديال التعالق بخصوص هاد الشي اللي كيوقع لهذا العائلة هادي مؤامرة مؤامرة دنيئة شكرا لكم الإخوان والأخوات كيف ما قلت لكم أحبكم في الله نبغي نشوف تعالق ديالكم وما تنسونيش من اللايكات جمجموا ولا تخمخموا لأنه فعلا خص الصوت ديالنا يوصل لأنه صوت الحق يعلى ولا يعلى عليه الله يخليكم الله يجازيكم بخير بارتاجيوا الفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة